تعتبر العلاقة بين مملكة البحرين وجمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة مثالا مميزا للعلاقات الدولية بين الدول الصديقة في ظل الحرص المستمر من قبل قيادتي البلدين على تعزيز فرص الاتفاق والتقارب وبناء التعاون والشركات الاقتصادية حيث كان ولا يزال جلالة الملك المفدى حفظ الله ورعاه يؤكد على أهمية تعزيز العلاقات البحرينية البرازيلية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين ترحيب واحتفاء معهود من قبل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وحرص من قبله في تقريب وجهات النظر وتعزيز العلاقات مع كافة الدول وتعتبر جمهورية البرازيل الاتحادية صديقة احدى الدول التي سعت التوجهات والتوجهات الملكية الى تعزيز العلاقات معها لاسيما الاقتصادية كون الجمهورية الصديقة اكبر دول قارة امريكا الجنوبية نستطيع ان نظر الى التعزيز العلاقات المتحدة بين دول الاثلاثين ونحن نستطيع الى التعزيز العلاقات المتحدة للبحرينية لتعزيز العلاقات المتحدة مع كافة الدولة في برازيل توجهات مملكة البحرين تجاه جمهورية البرازيل الصديقة شهدت مؤخرا زخما كبيرا في تعزيز الجهود المختلفة وكان ابرزها تتشين مركز الملك حمد للتعايش السلمي بالتعاون مع سفارة مملكة البحرين في برازيليا اعلان مملكة البحرين في امريكا الجنوبية انطلاقا من جمهورية البرازيل الاتحادية وذلك ايمانا من جلالة الملك المفدى ايده الله في ان العلاقات الوثيقة تكون قائمة على المبادئ والقيم المشتركة كحرية الدين والمعتقد ونبذ التطرف شكرا سيد الأمريكا لأنك قائمة في القياس في البرازيل البرازيل ي ترسل المتطرف في البرازيل العودة لأمريكا لأخدام الحمد للتعاون البرازيل وستخدام الحربة ومكتابة الجهود المستقبل الانتظار بين الناس من كل الانتظارات والصدرات بسبباً على الناس الأساسي من الانتظار 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 الإلاقات الثنائية ودبلوماسية بين مملكة البحرين وجمهورية البرازيل الاتحادية والتي بدأت منذ العام 1976 ها هي تسير في وجهتها السليمة التي خطها جلالة الملك المفدى فالتعاون والتنسيق على مختلف المجالات بالإضافة إلى نبذ العنف وخطابات الكراهية وتعزيز المصلحة المشتركة للبلدين هي أهداف ثنائية يؤمن بها قائداء البلدين والشعبان صديقان